السلام عليكم. رسالة مهمة لعشاء مسلسل العائلة ومسلسل بربروس ومسلسل هذا العالم لا يا ساعوني. واخيرا مسلسل طيور النار. انا عارف ان انا حمستكم بشكل كبير جدا وبين من كومنتانكم ان يعني الناس كتير زعلانة من ان انا ما كملتش تحليلهم. بس على فكرة الاربع مسلسلات دول من النوعية المفضلة بالنسبة لي. وانتو كنت شفتوا قد ايه حماسي للمسلسل العائلة بالاخص. ولكن للاسف بقالي كزا حلقة في بعض المسلسلات اكتر من عشرة حلقات غيب وما حللتهمش وده للاسف لان انا ما شفتهمش. وما شفتهمش مش عشان بس هم وحشين او الاحداث وحشة او اي حاجة من دي او الاحداث ضعيفة لا بالعكس. انتو عارفين ان انا ما ببدأ مسلسل بفضل مكمله للاخر مهما كانت الاحداث وبدله فرص كتير جدا جدا. ولكن للاسف هم جون في وقت غلط يعني مع ظروف شخصية بالنسبة لي عطرتني ان انا اتفرج مع ظروف اه رمضان وطبعا اتمنى انا عارفين ان شهر رمضان يعني هو شهر في السنة فحتى لو طبعا لاحظت ان انا ما تفرجتش عن مسلسلات رمضان كتير فمع ضيق الوقت فيه ومع ان هو شهر اعبادة مش شهر مسلسلات يعني برضو حابيت ان انا اقلل وبشكل كبير ان انا اتفرج على مسلسلات في الشهر ده وان شاء الله حتى اتمنى ان الشهر يعني السنة الجاية اه اقطع تماما عن المسلسلات فيه فاعذروني ان انا ما قدرتش لانا اكمل تحليلهم بس بوعدكم بازن الله ان على مدار الشهور القادمة يعني احنا عندنا اجازة الموسم تقريبا بتبقى شهر ستة مع شهر سبعة تمانية وتبقى المسلسلات في تسعة فايبقى قدامي وقت كبير جدا ان انا اتفرج على الاربع مسلسلات دول الحلقات الباقية منهم وهعمل حلقة يعني بعد ما انا اتفرج على كل موسم واخلصوا هعمل حلقة تحليل للموسم ككل وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله كده ان ربنا احيانا من الموسم اللي جاي هبدأ تحليل للمسلسلات دي اللي انا ذكرتها مع مواصمها الجاية لان بالفعل المسلسلات تقريبا متجددة كلها العائلة رسمي متجدد هزا العالم سعوني متجدد برضو رسمي اه برباروس اللي لسه معرفش فيه اخبار لتعاني تجديد ولا لأ بس اظن المسلسل هيتجدد برضو وطيور النار المسلسل ناجح واظن برضو ان هو هيتجدد مفيش اخبار عنه بس ايا كان اعذروني زي ما قلت سامحوني على لان فعلا هو الله يغصب عني ضيق الوقت مع شغلي فمش عارف اه يعني اتمنى ان السنة الجاية اتفرغ اكتر واكتر للقناة اه يعني دعموكم بقى يعني ياريت نقبر قناة بحس يبقى في نقدر اللي انا اخد خطوة ان انا فضلها وقت اكتر من اللي الوقت اللي انا فيه بس بإذن الله وعدكم ان انا هعمل حلقة تحليلية للموسم الكاملة في خلال الشهر القادمة ومع بداية الموسم هنبدأ نحللهم مع بعض وشكرا جدا واسف والله يعني الناس كتير تكتب لي كومنتات انا ما بردش يعني مش اللي التقدير مني بس انا مش عارف اقول ايه فعلا يعني قلت كل الاعذار بس قلت اعمل الفيديو ده احتراما وتقديرا لكم وتمنى تتفهموا وشكرا جدا على دعمكم